السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلب الطالبات الصف الخامس البداي أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية درسنا اليوم هو الدرس الثاني من الوحدة الثانية بعنوان الرياضة والتسامح يبدأ درسنا اليوم بالحديث عن أسرة أمير وأميرة فأسرة أمير وأميرة متعددة المواهب والهوايات فأمير يحب الرياضة وأميرة هو الفنون ولكن هذه الأسرة كان لها عادات غير مألوفة لنا أو معروفة لنا في مشاهدة المباريات تعالوا نتعرف على هذه الأسرة وما فعلته أثناء مشاهدة هذه المباراة الرياضية أسرة أمير قلنا جمع أسر وأسرات متعددة المواهب أي كثيرة المواهب بمضاد متعددة قليلة المواهب قلنا المواهب مفردها المواهبة وقلنا المواهبة أولاد هي اللعب أو العمل المحبوب لإنسان الذي يقضي أوقات فراه في ممارسته دون أن يعزفه أو يمل منه والهوايات فأمير يحب الرياضة قلنا يحب يهوى ومضاد يحب يقرأ وأمير تهوى أيضا معنى تهوى تحب ومضادها تكره تهوى الفنون قلنا الفنون وهي مثل الفنون المختلفة من الشعر والغناء والموسيقى وغير ذلك من أنواع الفنون ومفرد الفنون الفن ولكن المدهش في هذا الأمر المدهش هو المدهش وهو المحير المدهش هو المألوف أو المعتاد والمدهش في هذا الأمر أن هذه الأسرة لها عادات عند مشاهدة المباريات مفرد عادات عادة وهي ما اعتاد عليه الإنسان واتخذها عادة له عند مشاهدة رؤية المباريات مفردها المباراة الرياضية ربما لا تكون مألوفة لنا مألوفة يعني معروفة ومضادها غامضة أو غير واضحة تعالوا نراكب هذه الأسرة وهي تشاهد إحدى المباريات الرياضية ماذا تفعل هذه الأسرة أولاد طيب لما أقول لك ماذا يهوى أمير وماذا تحب أميرة قلنا يهوى أمير الرياضة وتهوى أميرة الفنون طيب ما لمدهش في أسرة أمير قلنا لمدهش في أسرة أمير أن لها عادات عند مشاهدة المباريات الراضية ربما لا تكون مألوفة لنا طيب ما عادات أسرة أمير غير مألوفة لنا عند مشاهدة الرياضة المباريات الرياضية قلنا هذه الأسرة تقوم بالتعليق أو تضع بعض التعليقات التربوية الهادفة للأب والأم على أحداث المباراة يعني الأب والأم بيحاول يستغلوا مشاهدة المباراة لتوصيل أو تعليم أبنائهم بعض المبادئ أو بعض الأهداف التربوية التي تكون محببة لديهم أو التي يريدون توصيلها لأولادهم بسهولة ويصل تبدأ المباراة بتصافح الفريقين قلنا تصافح الفريقين وهي التسليم يسلم بعضهم بعض أو التحية يدا بيد وتحية الجماهير مفرد الجماهير الجمهور ويعلق الأب على هذا المشهد قائلا أن تصافح الفريقين يؤكد على أن رياض تقوم على التنافس ما معل التنافس أولاد وأن التسابق التنافس الشريف وأنها أساس الحب والسلام طيب مضاد السلام الحرب ومضاد حب الكر أميرة تحية الفريقين للجماهير سلوك جميل الأم نعم يا أميرة فهذه التحية تلهب حماس الجماهير وأنها تلهب أي تشعل ومضاد تلهب تطفئ حماس وهي حيوية ونشاط ومضادها التكاسل والفطور حماس الجماهير وفي أثناء خلال فهذه الجمع أثناء أثناء مفرد أثناء سني احتدام المباراة قلنا احتدام وهي شدة المباراة وشدة التنافس عرقلا لاعب قلنا عرقلا عاقا زميله عاقا لاعب منافسه فسقط على الأرض أنظر الحكم اللاعب المخطئ فقام على الفور بالاهتزار إلى منافسه علقت الأم قائلة ما أجمل أن نبادر نبادر أي نسرع النبادر نبادر بأولاد بالاهتزار قلنا الاهتزار هو التأسف والاعتراف بالخطأ إلى منافسه علقت الأم قائلة ما أجمل أن نبادر بالاهتزار عندما نخطئ في حق الآخرين جمع حق حقوق ومفرد الآخرين الآخر وقال الأب هل رأيتم كيف كان اللاعب يقف أمام الحكم يداه خلف ظهره مطاطئ الرأس قلنا مطاطئ يا أولاد مطاطئ الرأس ما معنى مطاطئ خافض الرأسي ويدل على الأولاد شدة الاحترام وشدة التقدير ثم بعد ذلك الأم إن الرياضة تعلمنا احترام القواعد والقوانين يبلغ مفرد القواعد والقوانين القانون وتستمر الأسرة في مشاهدة المباراة ويجذب انتباه الجميع احتفاظ أحد اللاعبين بالكرة لوقتهم طويل دون تمريرها وعدم تمريرها لزملائه وقد نتج عن ذلك أن تضافت الكرة فأحرز الفريق الآخر هدفا طيب تعال نستخدم بعض الأسئلة والمهمة عن هذا الجزء من الدرس طيب كما يقول لك ماذا كانت تشاهد الأسرة في التلفاز كانت تشاهد إحدى المباراة الرياضية كيف بدأت المباراة قلنا بدأت المباراة بتصافح الفريقين وتحية الجماهير طيب على ما يدل تصافح الفريقين قبل بداية المباراة قلنا صافح الفريقين قبل بداية المباراة يؤكد أن الرياضة تقوم أي أولاد على التنافس الشريف وأنها أساس الحب والسلام طيب بما وصفت أميرة تحية الفريق الجماهير قلنا وصفت أميرة بتحية الفريق الجماهير بأنها سلوك جميل كما علقت الأم بأن هذه التحية تلهب حماس الجماهية طيب ما الذي حدث أثناء شدة المباراة أو احتدام المباراة قلنا عرقل لاعب منافسه فسقط على الأرض طيب ماذا فعل الحاكم عندما عرقل لاعب صديقاء زميله قلنا أنظر الحاكم اللاعب المخطئ فقام على الفور بالاهتظار إلى منافسه طيب متى يبادر الإنسان بالاهتظار وأن يبادر الإنسان بالاهتظار عندما يخطئ في حق الآخرين ثم بعد ذلك توضح لنا الأم أهمية الرياضة وما الدولس المستفادة من مرسط الرياضة الأم إن الرياضة تعلمنا احترام القوانين يبقى كيف احترام القوانين ما الدليل على احترام اللاعب أو يقول لك أذكر موقفا يدل على احترام اللاعب للقوانين الرياضة وأن وقوف اللاعب أمام الحاكم متاطر الرأسي دون حديث أو دون جدال أو نقوش طيب ماذا تعلمنا الرياضة؟ كما ذكرت الأنباء تعلمنا الرياضة احترام القوانين أو القواعد ومن هنا نجد أن الرياضة تقوم على التنافس الشريف كما أنها تعلمنا الاحترام واحترام القوانين طيب تعالوا بقى نشوف السيء في الأمر عند مشاهدة المباريات وما يحدث من تخريب وضمار بعد الفوز أو الخسارة ثم بعد ذلك قالت الأنب أن التعاون في أي مجال يحقق النجاح يبقى أن مضاد التعاون مضاد التعاون الاستبداد أو التخلي عن الغير مضاد التعاون الاستبداد والتخلي عن أولاد الآخرين في أي مجال يحقق النجاح مضاد النجاح الفشل وانتهت المباراة وفاز أحد الفريقين ولكن الجماهير اشتبكت واحدثت شغبا ان اولاد شغبا واحدثت شغبا ان الشغب اصالت الفتن في المباراة او بعد المباراة واحدثت خسائر كثيرة خسائر خسارة وهي اخذ اغلق الاب بجهاز التلفاز مدرد اغلقه فتحه وجهاز اجهزه وقال ان التشجيع ما معنى التشجيع يا ولاد ان التشجيع التحفيز لا يكون بالاعتداء على الاخرين او التخريب لا يكون بالاعتداء على الاخرين او التخريب او التدمير فالرياضة مكسب وخسارة وهنا يوضح لنا الاب المبدأ الاسمى في الرياضة وهي التحلي بالروح الرياضية طيب اقول لك لماذا لماذا ينبغي ان نعبر عن الفرحة بالفوز في ادب وانه مراعاة لمشاعر الاخرين طيب لماذا يسير بعض الجماهير الشغب عند الهزيمة او النصر لانهم يمارسون الرياضة طيب تعالوا ما انتعرف على اهمية او صفات المشجع او الرياضي الحقيقي الام ارى ان استنى في هذه المشاجرات ان جماهير الفريق المهزوم لا يتقبلون الهزيمة بروحة رياضية كما ان جماهير الفريق الفائز قد بلغوا في التعبير ان بلغوا يعني زادوا في التعبير عن فرحتهم فينبغي من بغي يعني يجب ان نعبر عن الفرحة بالفوز في ادب مراعاة لمشاعر مفرد مشاعر شعور الاخرين الاب ان كثيرا من الجماهير لا يمارسون الرياضة يبقى ارجع الاب بذلك لاولاد لعدم ممارسة بعض المشجعين للرياضة ولهذا نجدهم يثيرون الشغب عند الهزيمة او النصر فالرياضي الحقيقي يتحلى بالاخلاق مفرد الاخلاق الخلق الكريمة فلا يخاصم منافسه ولا يعتدي عليه ويسعى الى الفوز بنزاهة وشرف ما معنى نزاهة ان البعد عما يسيء الاخرين والشرف اللي هو العلو والرفعة ومضاد الشرف اللي هي الوضاعة ثم بعد ذلك تعالوا بقى نتعرف على اهم صفات الرياضة الحقيقي ان الرياضة الحقيقي هو الذي يتحلى بالاخلاق الكريمة فلا يخاصم ايه اولاد فلا يخاصم منافسه ولا يعتدي عليه ويسعى الى الفوز بنزاهة وشرف طيب ما لازم نتعلمه من هذا الدرس بقى نتعلم من هذا الدرس ان الرياضة تقوم على التنفس الشريف وانها السمح والسلام كما يجب ان نشجع بروح رياضية ونراعي مشاعر الاخرين وان الرياضي الحقيقي يتحلى بالاخلاق الكريمة كما يجب علينا ان نبادر بالاهتزار عندما نخطئ في حق الاخرين وبكده يكون انتهينا من درسنا اليوم وانا لقاء وانا لقاء الاخر في دهس جديد وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا